تعالوا نروح حالات البييرو الاول نبدأ بمباراة حرص حدود وجون اللي تلعبت النهاردة ساعة خمسة ونص مساء وبعد كده نروح لمباراة الزمال عندنا هنا اربع حالات باربع اهداف هنبدأ اولا بالهدف الاول لنادي الحرص وده كان من ضرب الجزاء دخل وسددها مصطفى جمال في الديئة 38 تعادل بعد كده فريق الجونة وايضا كان من ضرب الجزاء دخل احمد ياسر ريان وحطها بمنتهى الاتقان وكان متقلق النهاردة احمد ياسر ريان الحية واحد واحد تقدم مرة تانية الحرص من ضربة ركنية خالد سامي لعبد الرحمن خالد في الديئة 49 هدف وسط رقابة كاملة بصوا حضراتكم رقابة كاملة من لعبة الحرص دخل لوحده خالص وحطها بمنتهى الاتقان اثنين واحد ثم هدف التعادل العادل الحقيقة يعني للجونة ايضا احمد ياسر ريان ارتقى برأسه وحطها في منتهى الجمال عشان يؤكد الحقيقة جاهزيته وقدرته على احراز الادب احمد ياسر ريان مشروع مهاجم جيد طبعا عايش شوية كمان عشان يثبت اقدامه لكن هو مشروع مهاجم جيد جدا ترجمة نانسي قنقر